اشتركوا في القناة امن وقال عن المسيح ربي واللهي فما جواب الشيخ الحبيب عن هذا الامر هذا اول سؤال السؤال الثاني ما جاء في سفر التكوين اين مكتوب ان الله قد خلق المسيح او ان الله قد خلق الابن برغم انه مكتوب في سفر التكوين ان الله قد خلق الانسان وخلق السماء وخلق الارض وفصل بين الجلد والماء وبعد ستة ايام استراحة في اليوم السابع هذا كله مكتوب في سفر التكوين لكن اين مكتوب ان الله قد خلق المسيح أو خلق الأبن أرجو من الشيخ الحبيب أنه يجاوبني من الكتاب المقدس فقط لأن أنا سام مسيحه وعليه أن يقنعني من كتابي وحتى هذا الوقت أنا راح أكون متابع لبرنامج الشيخ الحبيب كما أنا كنت متابع سابق وما زلت متابع وراح أكون في مناورات مع الشيخ الحبيب إذا استطاع الشيخ الحبيب أنه يقنعني من الكتاب المقدس أن المسيح مجرد إنسان مثله كمثل آدم مخلوق من تراب ولا يستشهد في الأحداث الناسوتية للمسيح لأن هناك أحداث ناسوتية وأحداث لاهوتية وينسبه كإنسان ولا ينسبه كإله كامل وإنسان كامل ذات طبيعتين فهذا لن يقنعني لأن أنا إنسان دارس الكتاب المقدس وعندي معلومات حوله فلذلك أرجو من الشيخ أنه يعطيني أدلة كتابية من الكتاب المقدس وإذا اقتنعت سأخرج مع الشيخ الحبيب وأعلن الإسلام على الملك شكرا لكم وليبارككم والرب تحيات لكم نعم نشكر الأخ الكريم على توجيه هذا السؤال تفضلوا شيخنا شكرا جزيلا والسؤال الذي وجهه الأخ الكريم سؤال حري بأن نعقد له جلسة كاملة أملا في أن إن شاء الله يبصر وتنقشع هذه الغمامة النصرانية أولا عليك يا أخانا أن تعرف أنه ليس شرطا في الإفحام أن يأتي المفحم بما يلزم المفحم مما يحتج به فإن هناك طرق أخرى في الإفحام والاحتجاج منها مثلا أن يأتي المفحم بإبطال ما يحتج به المفحم أو المحجوج يعني أنت حين تقول لي أنا لا أقبل أن تأتيني بدليل على إنسانية المسيح عليه السلام ونفي ألوهيته إلا من كتابي المقدس الذي أعتقد به غير هذا لا أقبله يمكن ربما يمكن لي أن آتي لك بما يدل على ذلك من هذا الذي تحتج به هذا الكتاب الذي أنت تحتج به فيكون حينئذ ما آتي به إلزامية دليلا إلزامية أفحمك به ولكن لا يتوقف أمر الإفحام على ذلك أنا يمكنني أن أفحمك أيضا بأن أبطل ما تحتج به من رأس أصلا يعني أقول لك هذا الكتاب الذي أنت تؤمن به مثلا ليس موردا للوثاقة أو الاحتجاج فإذا أبطلت احتجاجك بهذا الكتاب أكون أنا الذي ربحت وأنا الذي أفحمت ولذا سأسلك معك السبيل الآخر لأنه ما تقدر علي بالمناورات ترى دير بالك تقول لا رح تكون عندي مناورات مع الشيخ الحبيب وإيش يكري يقول إيه مو مشكلة خلي نجرب جرب معنا مو مشكلة فما رح أروح على الأسلوب الأول وهو أسلوب أنه آتي بعبارات موجودة وهي كثيرة في هذا الذي يسميه النصارى الكتاب المقدس دالة على إنسانية المسيح وأنه عبد لله وأن له إلها في السماوات يعبده ويتوجه إليه في الدعاء بالدعاء وغيره وإلى ما هنالك لأنه سيكون له سيكون لهذا النصراني حينئذ أداه الله إيانا سيكون له ملاذ سآتي على إبطاله لاحقا وهو ملاذ اللاهوتية والناسوتية يعني سيلعب هذه اللعبة فأنا لا أنا أجتث مادة الفساد من أصلها أصلا خلص يقول أعطع من عرء أنه شنو نسوي نقول طيب هذا الذي أنت تحتج به الآن الذي تسميه الكتاب المقدس أو الإنجيل وهو استشهد بإنجيل يوحنى وأخذ منه عبارة دالة بتصوره على قطعية كون المسيح عليه السلام إلها عياذا بالله نقول هذا الذي أنت تحتج به أول سؤال وأول الكلام في البحث العلمي أنه هل يصلح للاحتجاج أم لا هل يمكن الاعتماد عليه أم لا هل يمكن الوثوق به وبصدقه أم لا هذه الأوراق في الحقيقة التي تدعى الأناجيل هذه لا موثوقية لها لأنه يعود أقدمها إلى ما بعد المسيح عليه السلام بعشرات السنة قد يرد هذه التي جاءت لها أسناد سواء صحت الأسناد لم تصح لها أسنادها يعني المؤلف حين ألف ذكر سنده إلى صاحب الدين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله فحينئذ يمكننا أن ننظر في هذا السند المشكلة في هذه التي تدعى أناجيل هذه الصحائف والأوراق أن لا نعرف سندها إلى عيسى المسيح عليه السلام لا نعرف بل ولا نعرف مؤلفيها الحقيقيين لأنها مجرد تنسب إلى هؤلاء الأربعة متى ومرقص ولوقا ويوحنى أما هذه النسبة ثابتة سندان كلا ومنهم إلى عيسى عليه السلام كلا يعني البلية في هذه الكتب بلية كبيرة ما من طريق في الحقيقة لإثبات سند هذه الكتب إلى مؤلفيها المزعومين بل لا طريق لإثبات أنهم فعلا هم المؤلفون يعني لاحظوا المشكلة وين أولا نحتاج إلى يعني إذا جعلنا مثلا يوحنى نخليه بالمنتصف قبله نقول عيسى المسيح عليه السلام بعده الناسخ الذي نسخ هذا الكتاب والكتاب ليس بخط يوحنى صحيح طيب هذا الناسخ الذي نسخ هذا الكتاب ما سندك إلى يوحنى يعني حتى تتحقق النسبة العلمية السند العلمي الذي يؤكد لنا أن هذا كتاب فلان ربما أحد ذهب فيما بعد وألف كتابا وكتب عليه إنجيل يوحنى ما أدرانا أنه هذا هو يوحنى الذي كتب هذا الكتاب حقا ثم من يوحنى إلى عيسى المسيح عليه السلام هذا السند ما هو أين إذا ما صح أنه إنما ألف هذا الكتاب كما سيتبين إن شاء الله بعد عشرات السنين وأنه لم يكن شاهد عيان لما حكاه في هذا الكتاب فمن الذي أخبره بما جرى فإنك شهوده لما كان عند المسيح عليه السلام مع ما يدعى أنه هو تلميذه ليس محرزا بل ليس محرزا كما قلت أنه من هو المؤلف حتى وإن قلنا أنه يوحنى فإسم يوحنى اسم متداول اسم متكثر عند القوم ما أدرانا أنه هذا يوحنى هو تلميذ المسيح الذي يدعى بحبيب المسيح أو محبوب المسيح ما أدرانا هذه الإشكالية الحقيقة إشكالية كبرى عويصة في خصوص هذه الكتب الأربعة تعيشها الديانة النصرانية ولا يوجد حل لها بتاتا وهم يعترفون بذلك موثوقية هذه الكتب عندهم تعتمد فقط على الإيمان لا على العلم كما هو الحال عندنا يعني هو يقول لك عليك أن تؤمن أن هذه هي الأناجيل وأن ما فيها صحيح وأن نسبتها إلى مؤلفيها صحيحة وأن مؤلفيها معروفين وأنهم كانوا شهود عيان زمان المسيح عليه السلام هذا يعتمد على إيمان مجرد إيمان You just have to believe مو أكثر أما الطريق العلمي الطريق التاريخي منعدم شوفوا نحن طريقنا في الإيمان مثلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتمد على العلم يعني لدينا علم لدينا موازين علمية لدينا شيء اسمه علم الحديث علم الدراية علم الرواية علم الرجال سند نتتبع نبحث نبحث أحيانا في التواتر نبحث في الشهرة حتى الكتب التي وصلت متأخرة كيف نثبت صحة انتسابها لمؤلفها مثلا تجد مثلا في ديباجة تلك الكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو بعد خطبة الكتاب تسمى العادة جرت عند المؤلفين المسلمين بهذه الطريقة بعدما بعدما يخطب ويثني على الله عز وجل ويصلي على رسوله صلى الله عليه وآله يقول أما بعد فيقول الراجي عفو ربه فلان ابن فلان ابن فلان لقد ألفت هذا الكتاب وتتبعت كذا فعرفنا أنه من مؤلف هذا الكتاب حتى وإن كان الكتاب وجادة يعني حصلنا كوجادة السؤال بالنسبة لهذه الكتب الأربعة التي لديهم هذه الأناجيل الأربعة هل فيها مثل هذا يعني هل أحدهم كتب وقال أنا فلان ابن فلان الفلاني ألفت هذا الكتاب لا يوجد مثل هذا الشيء في كتاب يوحنى مثلا لا يوجد هذا الشيء فكيف نثبت انتساب هذه الكتب إلى مؤلف ها حقا فضلا فضلا عن أنه كيف نثبت أن ما كتبوه كان بوحي لأن الخرافة النصرانية الأسطورة النصرانية تزعم أن هذه الكتب الأربعة ألفت بوحي يعني يوحنى لما كتب لم يكن مجرد مؤرخ وإنما قد أوحي إليه فهو نبي ألف هذا الكتاب مع أنه لو كان وحيا لما تناقض فإنك تجد التناقضات شتى بين هذه الأربعة أناجيل كل منها ينقض الآخر تجد زيادات تجد نقائص لا يمكن أن يكون هذا وحيا إلهيا لكن دعنا عن ذلك المسيح عليه السلام بنفسه عند الديانة النصرانية لم يكن له إنجيل قد أتى به هو بنفسه لم يكتب إنجيلا ولم يحدث بإنجيل وقال هذا هو الكتاب الذي أرسلني الآب به مثلا يعني هو لم يأتي بإنجيل كما جاء محمد صلى الله عليه وآله بالقرآن مثلا عندهم حتى يتأكد الأخ من ذلك فليرجع إلى ما قاله الباب شنود في كتابه اللاهوت المقارن في المجلد الأول الصفحة 53 يقول إن السيد المسيح لم يكتب إنجيلا ولم يترك إنجيلا مكتوبا ولكن كان يعظ ويععظ علم ويترك للناس كلامه روحا وحياة وهذا يتناقله الناس لا بس يتناقله الناس لكنه لا يكون كتابا مقدسا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يكون هو ما يمكن الاحتجاج به كله لأن الناس حين يتناقلون فمنهم من يضبط ومنهم من يسهو ومنهم من ربما يغفل ومنهم ربما من يكذب أصلا ولذا تجدون أنه نحن عندنا في ما هو خلاف القرآن من كتب الحديث وما شاكل كلها خاضعة للنظر لا ندعي أن منها كتابا صحيحا بتمامه ولا علاقة لنا ببعض غلات البكرية الذين يدعون أن كتاب البخاري مثلا صحيح من أوله إلى آخره فإنه هذا حتى على فرض ثبوته فهو جزء من كل لأنه من الطبيعي جدا أنه ما كل ما يتناقله الناس يكون صحيحا فإذ أقررت يا شنود ويا معشر النصارى أقررتم بأن المسيح عليه السلام لم يترك كتابا كما ترك محمد صلى الله عليه وآله كتابا مثلا وكان يسهر على ضطه كان هو الذي يمليه وكان يقول ضع هذه الآية في محل كذا والسورة هذه في محل كذا إلى أن حصل مستوى التواتر الذي يمتنع به تواطئ الناس على الكذب والذي يرتفع معه الضبط والإتقان في النقل إذ أقررتم أن عيسى عليه السلام لم يترك كتابا كهذا فلابد أن يكون في حال المتناقل عنه ما هو صحيح وما هو غير صحيح يقول شنود إن السيد المسيح لم يكتب إنجيلا ولم يترك إنجيلا مكتوبا ولكنه كان يعظ ويعلم ويترك للناس كلامه روحا وحياة وهذا يتناقله الناس زين الإشكالية هذه إشكالية إثبات وثاقة الأناجيل الأربعة استلاحا عندهم إشكالية كبرى اعترف بها النصارى أنفسهم لك أن تراجع كتاب تأريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم لستيفن ميلر وروبرت هوبر الصفحة الرابعة والسبعين يقولان وبناء على تقليد قديم كتب متى متى ماثيو يعني جامع الضرائب الذي دعاه الرب ياسوع رسولا هذا الإنجيل هناك إنجيل من هذه الأناجيل الأربعة إنجيل من متى اللي كان جامع ضرائب وبعدين على أساس صار من رسل المسيح عليه السلام فألف هذا الإنجيل اللي الآن متداول إنجيل ومتى شوفوا لاحظوا يقول هذان الخبيران الذان درسا تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم يقول وبناء على تقليد قديم يعني تقاليد نصرانية بناء على تقليد قديم كتب متى جامع الضرائب الذي دعاه الرب ياسوع رسولا هذا الإنجيل المفروض أنه شاهد عيان إذن لما كتب صحيح لأنه معاصر للمسيح عليه السلام الذي أرسله غير أن الحقيقة لا يبدو أن الكاتب شاهد عيان حيث إنه اعتمد على مرقص ومصادر أخرى في الحصول على مادته هذه وقفة إذن أنه إذا كان الكاتب لهذا الكتاب شاهد عيان معاصرا للمسيح عليه السلام وأنه كان جامع ضرائب أرسله المسيح استدعاه وأرسله وجعله يكتب هذا الكتاب فهو فهو يفترض أن لا ينقل عن غيره لأنه شاهد عيان معاصر لماذا نقل عن غيره وهو مرقص لماذا نقل عنه عجيب حتى الضمائر لو رجعتم إلى ما يسمى بإنجيل متى الضمائر تتحدث عن متى بصيغة الغائب أو بضمير الغائب هو أنه أرسله قال له إذا كان متى هو الكاتب يفترض أن يقول أرسلني قال لي ضمير المتكلم فهذا يكشف عن أن هذا الإنجيل على زعمهم المنسوب لمتى هو من تاريخ شخص آخر ليس ما ليس متى في المصدر نفسي في تاريخ الكتاب المقدس الصفحة ست وسبعين انظروا لهذه الطامة الأخ يستدل بإنجيل يوحنى انظروا ماذا يقولون في إنجيل يوحنى يقول الإنجيل الرابع المنسوب ليوحنى أكثرها شاعرية وعمقا لاهوتية يعني أكثر الأناجيل شاعرية وعمقا لاهوتية لأنه بالفعل يستدلون بهذا الإنجيل كثيرا في إثبات إلوهية المسيح عليه السلام عياذا من الله يقول وكان آخر إنجيل يكتب من الأناجيل الأربعة ولعله قد تعرض للتنقيح مرتين على الأقل حيث أنه يحتوي على مادة من الواضح أنها أضيفت إلى الإنجيل الأصلي في زمن متأخر الله الله وقد تكون هذه المادة المضافة قد كتبت بمعرفة نفس الكاتب مثل الأصل أو من كاتب مختلف يلا كلها يمشي بعد لا ما ندري ما يهم بعد المهم يلا أروح وهللوية وخلص بعد المهم هللوية وخلص ومرة أخرى ليس من يعرف من كتب هذا الإنجيل ما نعرف ما نعرف هو اسم ينسب ليوحنى بس في الحقيقة ما نعرف من الذي كتبه يوحنى لو مو يوحنى ويذكر الإنجيل نفسه أن الكاتب كان التلميذ الذي كان ياسوع يحبه ويشار إليه عادة التلميذ المحبوب وكان شاهد عيان لأحداث الصليب ومع أن التلميذ المحبوب يذكر كثيرا في إنجيل يوحنى إلا أنه لا يذكر اسمه أبدا وفي نحو 180 ميلادية سنة 180 ميلادية حدد الكاتب المسيحي إيراناوس بأنه الرسول الذي عاش في أفسس إلى عصر ترجان الذي أصبح إمبراطورا لروما في سنة 98 وظل يوحنى يعتبر كاتب الإنجيل الرابع ولكن في القرن الماضي شعر كثيرون من العلماء أن الرسول لم يكتب الرسول يوحنى لم يكتب الإنجيل فمع أنه قد يكون مؤسسا لكنيسة أو جماعة من المسيحيين احتفظوا بكتاباته فإنهم يعتقدون أن أحد أتباع يوحنى كتب الإنجيل وبعد ذلك قام واحد أو أكثر وكتب الإضافات يعني أزمة عميقة في الموثوقية والاعتماد أصل هذا الإنجيل الذي يدعى أنه إنجيل يوحنى وأنه شاهد عيان غير ثابت لا يعرف على التحقيق من مؤلف هذا الكتاب لماذا لأنه وإن قيل إن الذي كتب هذا الإنجيل هو التلميذ المحبوب للمسيح وصحيح أنه في داخل هذا الإنجيل ذكرت قصة التلميذ المحبوب الذي كان في حجر المسيح وكان المسيح يسمي أنه هذا تلميذ المحبوب ومشاكل ولكن الإشكالية أين أنه هذا التلميذ المحبوب لم يذكر اسمه في هذا الإنجيل ما نعرف ربما كان غير يوحنى ربما كان مرقص مثلا ربما يعني ربما كان برنابة مثلا أو برنابة أي واحد الذي يكون من التلاميذ الاثنين عشر مو شرط يكون أنه يوحنى ما الدليل على أن التلميذ المحبوب هو يوحنى حتى نقول إن يوحنى كاتب هذا الإنجيل هو يوحنى ذاك الذي كان شاهد عيان لا يوجد دليل ثم ما الدليل على أن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنى وهو لم يذكر اسمه حتى لو كان يوحنى آخر فكيف إذا أضيف لهذا إقرارهم بأنه هناك كاتب آخر غير الكاتب الأصلي سواء كان يوحنى الأول المحبوب أو يوحنى آخر كيف إذا أضيف إلى هذا أن هناك كاتب آخر جاء بعد ذلك وأضاف إضافات لهذا الكتاب لا عرفنا الأول لا عرفنا الثاني والكتاب جاء بعد عشرات السنين وكل الدنيا متل أخبط علينا مثل هذا الكتاب لا يمكن الاحتجاج به أنت تعال أثبت لي أولا أن هذا كلام المسيح هذا أول نقطة لازم تثبتها قبل أن تستدل بما جاء في هذا الكتاب أنت تستدل بألوهية المسيح في هذا الكتاب أو بهذا الكتاب تعال أثبت أولا صدق هذا الكتاب وأنه صحيح النسبة زين في المصدر نفسي تاريخ الكتاب المقدس الصفحة 77 يقولان يرى الكثير من العلماء أن إنجيل يوحن كمثل الأناجيل الثلاثة الأخرى قد اجتاز في ثلاث مراحل من التطور أولا كان هناك روايات الشهود الذين عرفوا ياسوع ثانيا هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس المبكرة أو المجتمعات المسيحية المبكرة هذه العبارة يجب أن تضع تحتها خطا بالعريض أن هذه المنقولات عن المسيح عليه السلام تمت صياغتها وإعادة تشكيلها لأي هدف لكي تلائم احتياجات الكنائس المبكرة شنو يعني تلائم احتياجات الكنائس المبكرة يعني الكنائس المبكرة تريد طعاما شرابا فتلبي احتياجاتها لا احتياجاتها العقدية والفكرية كما سيتضح الديانة النصرانية من أكثر الديانات التي تعرضت للنحت يعني كل كنيسة تأتي تنحت لها شيئا في هذه الديانة تلبي احتياجاتها عندهم احتياج دنيوي في شيء ما او احتياج ديني في شيء ما ينحتون شيئا في هذه النصرانية حتى يلبي هذا الاحتياج فيصبح هذا المنحوت عقيدة عقيدة راسخة كما سيتبين ان شاء الله الحمد لله انهم يعترفون بذلك في دراستهم لكتبهم هذه قال هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس المبكرة او المجتمعات المسيحية المبكرة واخيرا المرحلة الثالثة قام احد الافراد من هذا احد الافراد الله وكيلك محمد كفيلك ما تعرفه من هذا قام احد الافراد في واحدة من هذه المجتمعات المسيحية ما ندري اي مجتمع باعادة صياغة وتشكيل للمادة كتابة لكي تتناسب تماما مع احتياجات قرائه الاولين حد فهم حاجة اي الشغلة هاشي يقول لك هاي الكتب مرت بثلاث مراحل هو بالفعل ديانة مضحكة والله انه المرحلة الاولى يقول لك اكو ناس تناقلوا واذا ولا كان بعضهم شهود عيان للمسيح عليهم فتناقلوا اخباره وشاعة وسط الناس زين جاءت المرحلة الثانية لموا هذه الروايات لموها وعالجوها شذبوها اعادوا صياغتها وتشكيلها لتلائم احتياجات الكنائس المبكرة اوائل الكنائس المجتمعات المسيحية البدائية على تعبيرهم المرحلة الثالثة ماذا ما كفاهم جاء فرد ما من مجتمع ما جاء وعاد صياغة هذا كل ليلائم المرحلة الثالثة من التطور واحتياجات القراء الاولين يعني اذا هذه الكتب عبارة عن طين ينعجن يتشكل كل شوية بطريقة ما كيف يمكن الاعتماد عليه دعونا نكمل لاحظوا هذا العنوان عنوان جدا مهم ما دام الاخ يستدل علينا بانجيل يحنى العنوان يقول هكذا المجتمع الذي انتج الانجيل الرابع اللي هو انجيل يحنى يعني هذا الانجيل نتاج مجتمع من المجتمعات دعونا نرى انتج هذا الانجيل يقول كان المجتمع الذي كتب انجيل يحنى لأجله موضع بحث واسع انه وين هذا الانجيل المجتمع هذا هذا المجتمع الذي ولد هذا الانجيل وكتب لأجله هذا الانجيل اي مجتمع من المجتمعات النصرانية المبكرة يقول او يقولان وقد ذهب رايموند براون المفسر البارز لانجيل يوحنى ورسائله في اواخر القرن العشرين الى حد بعيد ليضع تاريخا مفترضا لهذا المجتمع فبناء على ما ذكره الاب براون اجتاز هذا المجتمع في اربعة مراحل احنا ما خلصنا من الثلاث مراحل الاولى اجتنا فوقاها اربع مراحل يلا خلنا نشوف لي وين وصلونا يقول فجماعة من اليهوديين او اليهود المسيحيين اجتمعوا حول التلميذ المحبوب اللي مره معنا ما عرفنا من هو على وجه الدقة المهم معلن اجتمعوا حول هذا التلميذ المحبوب في مكان ما في فلسطين ام هاي وين هذا المكان ام ما ندري مكان ما في فلسطين يلا الله كريم بعد الله كريم مشيه زين حيث ظلوا هناك الى ما بعد الغزو الروماني لأورشليم في سنة سبعين وبين ما هم في فلسطين كانوا يذهبون الى المجامع اليهودية بانتظام واثاروا مجادلات بإعلانهم اين ياسوع كان الله ورأى اليهوديون او اليهود المتمسكون في المجمع ان هذا يتعارض مع العقيدة اليهودية بانه لا يوجد سوى اله واحد وبمضي الوقت نمت العداوة بين الفريقين وطرد اليهود المتزمتون المسيحيين من مجمعهم ونجد شيئا من هذا في قصة شفاء الرب ياسوع للرجل المولود اعمى في الاصحاح التاسع من انجيل يوحنى فنشب عداء شديد بين الفريقين وفي وقت ما انتقل على الاقل عدد من المسيحيين من هذا المجتمع ربما الى مدينة افسس في اسيا الصغرى وهي الان تركيا وفي موطنهم الجديد اعتنق بعض اعضاء المجتمع بعض اراء الثقافة اليونانية التي كانت تحيط بهم ولكنهم تشددوا في تمسكهم بالوهية ياسوع وفي هذا الوقت تم كتابة الانجيل اما بواسطة التلميذ المحبوب نفسه او احد اعضاء المجتمع الخاص به فالانجيل بالطبع يؤكد بشدة على الوهية الرب ياسوع الخلاص الخلاصة الى ها هنا شنو هي في مكان ما في زمن ما في موضع ما في فلسطين ما ادري وين كان افتراضات شوف انه النصارى كانوا في بداياتهم المبكرة ليست لهم معابد مستقلة عن اليهود لانه كانوا يعتبرون انفسهم جزا من اليهود في الحقيقة فكانوا يذهبون الى معابد اليهود ومجامعهم يتعبدون معهم شيئا فشيئا بدأ ينشب صراع ما بين الطرفين بين اليهود الذين سماهم متزمتين وبين النصارى اذ زعم النصارى ان الله هو المسيح عليه السلام يا اذن بالله هؤلئك ردوا عليهم ان الله واحد وانما وقعتم فيه هو الشرك فطردوهم هؤلاء بسبب طردهم هاجروا في وقت ما الى تركيا هناك في تركيا اما التلميذ المحبوب نفسه الذي لا نعرف من هو واما احد تلاميذه ألف هذا الكتاب ولكن على وقع التأثر بالثقافة اليونانية الثقافة اليونانية كانت انا ذاك شنو وثنية على وقع ذلك التأثر ألفوا هذا الكتاب المسمى بانجيل يحن زين شنو صار بعدين هذا الطور الأول طلع لنا الأطوار الأربعة قال وفي السنوات التي أعقبت ذلك أراد بعض الأعضاء من المجتمع أما نعرف من هم هؤلاء الأعضاء كلهم مجاهيل من أولهم إلى آخرهم ديانة كلها قائمة على مجاهيل أراد بعض الأعضاء من المجتمع هذا المجتمع النصراني المهاجر إلى تركيا والمتأثر بالثقافة اليونانية أن يؤكد ناس تياسوع لا ألوهيته لماذا هذا الطور الثاني ليلطفوا من توكيد ألوهيته الموجود في الإنجيل وهكذا يعطون صورة متوازنة لياسوع ونجد هذه الأفكار في رسالتي يحن الأولى والثانية التي كتبتا في هذا الوقت يعني بعدما مر الطور الأول أنه على وقع التأثر بالثقافة اليونانية التي فيها وثنيات وتعدد آله قالوا يلا مشكلة هم نخلي المسيح هو إله أيضا لزمه شوية بريك قالوا خلي شوية يعني نستهدي بالله يعني نزين نأكد على ناسوتية المسيح حتى شوية لطف من ألوهيته شوية يعني نحسنها الشكل أنا الذكر واحد من المعاممين هو قال لي قال لي رحت إلى أمريكا في جولة تبليغ والتقيت ببعض الرهبان الكنيسة هناك أو شيء من هذا القبيل وصار بيننا نقاش فيقول في أثناء النقاش قلت له أنه أنتو ديانتكم مستحيل رح تستمر لأنها ديانة مناقضة للعقل قال لي قالوا أنتم ما زلتم هذا الله يساوي ثلاثة وثلاثة يساوي واحد هذا ما رح يدخل العقل هذا لن يكتب له يعني الاستمرار يقول تأمل فيها هكذا قليلا وقال لي ممكن يوم الأيام ممكن نغير هذا شوية يعني بالفعل هالشكل هذه ديانة كل واحد يدخل الباب مفتوح على مصراعي لأن تأتي في هذه الديانة وتصلح فيها ما تشاء تعدل فيها ما تشاء تغير فيها ما تشاء تصوغ فيها ما تشاء كيفك بعد مثل ما مر معنا في السلسلة الرمضانية إذا تذكرون في سلسلة محمد صلى الله عليه وآله كأن لم تعرفه من قبل أنه هناك طوائف نصرانية قامت بتعديلات في الديانة النصرانية وصلت إلى حد الاعتراف بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني إلى هذه الدرجة وأنه نبيون وأنه يتباع إلى ما هناك ويباقي على نصرانيتها يعني هي القضية هكذا في النصرانية يعني سوق رائج روح بس لعب بكيفك يعني فهؤلاء كأنهم شوية في الطور الثاني شوية فكروا قالوا لا احنا زودنا حبتين بقولت إخوانا المصريين في قضية ألوهية المسيح فشوية نأكد على ناسوديته لكي نلطف يعني نلطف الأجواء يعني زين شنو صار بعدين يقول وأخيرا ثار بعض بعض أعضاء الجماعة أما ذول ما نعرف من هم الثوار على التأكيد الجديد على ناسوة المسيح أولئك رفضوا وقالوا شنو ناسوة المسيح المسيح إله خلاص اللاهوت خلاص وأخيرا ثار بعض أعضاء الجماعة على التأكيد الجديد على ناسوة المسيح ولم يكن في الجماعة من يملك السلطان لفرض خط فاصل لا توجد سلطة تفرض شيئا ما آنذاك وفي الفترة الرابعة لهذه الجماعة شدد بعض أعضاء الجماعة عرفتهم ولا واحد لا الجماعة الأولى عرفتها ولا الثانية كل طور طور زمني هذا هذا الطور الأول طور الثاني كل واحد فيه جماعة وفرد ما فيه وقت ما زمن ما وهذا بهم ثوار طلعا وناس مع الناسوط ناس مع اللاهوت ولا حد يدري ولا حد يدري شنو الموضوع خلطة بيطة يعني بس هذا الطور الرابع الفترة الرابعة وفي الفترة الرابعة لهذه الجماعة شدد بعض أعضاء الجماعة على الحاجة لوجود رعاة أو قادة مفترضين أن الروح القدس ليس المرشد الروحي الوحيد لأنه كان اعتقادهم السابق أنه خلص أنت تؤمن وهللوية هو الروح القدس يأتيك هو يوحي لك وأنت تصير خوش آدمي فهو من يقودك من احتاج إلى قائد ديني من احتاج إلى مرجع ديني من احتاج إلى بابا يعني عرفتوا ايه من احتاج بس هذا تطور في الطور الرابع فشنو صار شوف ماذا فعلوا شوف التعديل اللطيف اللي صار على الإنجيل يعني في هذا الطور الرابع وفي الفترة الرابعة لهذه الجماعة شدد بعض أعضاء الجماعة على الحاجة لوجود رعاة أو قادة مفترضين أن الروح القدس ليس المرشد الروحي الوحيد وفي ذلك الوقت كتبت رسالة يوحنى الثالثة وقام أحدهم بكتابة الإضافات للإنجيل الأصلي بما فيها الأصحاح الحادي والعشرون فهذا الأصحاح الأخير يركز على تكليف الرب ياسوع لبطرس أن يرعى خرافه وكان هذا تعليما يلزم أو يلزم أن يضاف للإنجيل في ذلك الوقت لحفظ الجماعة من الانقسام فذلك أفضل من قبول نوع من الكنيسة أشد تنظيم هلا هلا شكرا والله هذا شنو شلها الخربطة هذي شل عبادة يقول لك شوف بالطور الرابع جماعة قالوا ما يصير إحنا نبدأ ننظل هالشكل ما عندنا قائد ديني الروح القدس الوحدة ما يكفي لازم شنسوي نختار قائد ديني ففي هذا الطور الرابع فكروا يكتبون الرسالة الثالثة ليوحنى هذا يوحنى ميتهم خلاص بعد المسكين ما يتري عن الدنيا كتبوا للرسالة الثالثة اللي أضافوا فيها على الإنجيل الأصلي أي عبارة أن ياسوع اختار بطرس خليفة له هذه العبارة تكليف الرب ياسوع لبطرس أن يرعى خرافه الخراف يعني ذول الناس النصارى يعني ذول يرعاهم فمن ذلك الوقت عد بطرس هو خليفة المسيح والبابا الآن هذا ما للفاتيكان من ألقابه الرسمية شنو خليفة بطرس على أساس الكنيسة هذه من بطرس إلى خليفتي إلى خليفتي إلى خليفتي إلى أن وصلت لهذا البابا هذه كانت إضافة لأجل ماذا لأجل حفظ الجماعة من الانقسام هذا كان الغرض فيها يعني بكيف بكيف هم يضيفون إلى الإنجيل المقدس إلى الوحي المقدس إلى الكتاب المقدس يضيفون ما يلبي الاحتياجات كما نصوا عليه هنا تبين معنى الاحتياجات المبكرة قال وإحنا لابد يكون عندنا خليفة وقائد وكذا لازم شنو نكتب أنه المسيح عين بطرس وهذا القائد ما لنا خليفة بطرس حتى نمشي بهذا التسلسل في الخلافة في القيادة الدينية هذا مع أنهم بالمناسبة إنجيل يوحنى يذكر أن أن المسيح استخلف بطرس وكلفه أن يرعى خرافه في حين في إنجيل متى في الأصحاح السادس عشر العبارة أو العدد اثنين وعشرين وثلاث وعشرين نجد أن المسيح نفسه حسب نقلهم يقول لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله بل بما للناس ربك شايف لك ديانة مخربطة مثل هذه إضافات تأتي لاحقة لكي تجعل شخصا خليفة المسيح ونائبه وهذا الشخص مدان من المسيح في إنجيل متقدم يسميه شيطان يقول شيطان يعني خليفة المسيح شيطان شنو هالديانة الخربطة هذه ويتكلم الأخ يقول لي لا تأتيني بعبارات عن تذكر الناسوتية المسيح الجانب الناسوتي للمسيح لا تأتيني بهذه العبارات يعني يتكلم معي عن الناسوتية واللاهوتية ولا يدري المسكين أن الناسوتية واللاهوتية أمر مخترع في إحدى هذه الأطوار وكان ذلك لأنهم من جانب على عناد اليهود قالوا باللهوتية وتأثرا بالثقافة اليونانية ثم من أجل تلطيف الأجواء قالوا بالناسوتية وكلها خربوطية الله وكيلك هذه صنيعة يعني هذا اختلاق هذه صنيعة الاحتياجات الكنسية لا أكثر يريدون أن نمشون سوقهم يعني زين إحنا الآن نريد يعني ما هو الهدف من هذا الطرح الآن الهدف هو أن نقول كيف لنا أن نصدق بهذه المنقولات عن المسيح التي تضمنتها هذه الأوراق يعني المجموعة فيما يسمى الأناجيل الأربعة وكتب الرسل ومشاكل هذه كيف نثق بها؟ هل هي تكشف لنا عن المسيح الحقيقي؟ أم المسيح المفترض الذي صنع لاحقا بعد عشرات السنين ونسبت إليه أقوال نسبت إليه تعاليم لتلبية الاحتياجات الكنسية والتطور الثقافي والعقدي لدى أمة النصارى بحسب اختلاطهم بالشعوب، بحسب هجراتهم، بحسب احتياجاتهم وبحسب مجادلاتهم مع اليهود وغيرهم في الحقيقة لا يوجد طريق لدى النصارى للكشف عن المسيح الحقيقي وأقواله وتعاليمه وهذه أيضا إشكالية كبرى يقر بها كثير من النصارى ففي المصدر النفسي أعني تاريخ الكتاب المقدس في الصفحة مئتين وخمسة عشرة يقولان منذ عصور التنوير في القرن الثامن عشر بذل العلماء جهدا حثيثا للكشف عن ياسوع التاريخي أن ياسوع كما عاش فعلا في الواقع وذلك بالاستناد على قناعة مفادها أن ياسوع كما هو موصوف في الأناجيل تم تلوين حياته بواسطة الآراء اللاهوتية للكنيسة المبكرة هذا التاريخ المنقول في هذه الأناجيل ليس تاريخ عيسى المسيح عليه السلام الحقيقي باعترافهم هذا التاريخ ملون شخصية المسيح لونت شيء يعلونتها عبارة ملطفة يعني أضيف إليها نقص منها بواسطة الآراء اللاهوتية للكنيسة المبكرة وفي سنة 1853 أكد ديفيد شتراوس أنه من المستحيل بناء الحياة الحقيقية لياسوع أي سيرته التاريخية الحقيقية مستحيل لا يجد طريق لا يوجد تخيل ليس لديهم طريق واحد موثوق به صحيح لياسوع الحقيقي تاريخه الحقيقي طريق علمي واحد صحيح لا يوجد الطريق الآخر لا طريق الكنيسة والطريق الغيبي الإيماني المعدري التشبث بالأساطير كذا أنك بس عليك أن تؤمن وهو طريق يقرون بأنه ملون بآرائهم يعني هو عندهم رأي افتراض معين لشخصية المسيح عليه السلام فلذلك كتبوا ما كتبوا أما المسيح الحقيقي لا يوجد طريق لاكتشاف تاريخه الحقيقي شتراوس يقول من المستحيل بناء الحياة الحقيقية لياسوع أي سيرته التاريخية الحقيقية غير أن عددا لا يحصى من اللاهوتيين ومن بينهم شتراوس نفسه حاولوا بناء حياة ياسوع الحقيقية بحوث حاولوا قدر استطاعتهم أن يتتبعوا المؤرخين أن يتتبعوا مصادر حيادية لكي يعيدوا اكتشاف عيسى المسيح عليه السلام وتعاليمه لم يصلوا إلى نتائج باهرة في ذلك ولذلك بكلمة قاطعة وبدرس قاطع علميا حياة المسيح عليه السلام مجهولة مجهولة علميا مجهولة لاحظ ما يقوله المؤرخ الفرنسي غوستاف ليبون في كتابه حياة الحقائق في الصفحة 62 يقول ما ترجمته نعرف ما فيه الكفاية عن حياة محمد صلى الله عليه وآله أما حياة المسيح فمجهولة تقريبا وإنك لن تطمع أن تبحث عن حياته في الأناجيل إذا أردت حياة المسيح عليه السلام الحقيقية لن تطمع بأن تجدها في هذه الصحائف والأوراق التي تسمى الأناجيل هذه كلها مفتعلة لاحقا ملونة بآراء الكنيسة تلبية للاحتياجات زيد فيها ما زيد مؤلفها مجهولون أصلا النسبة إليهم مجهولة السند إليهم مجهول كيف تعرف حياة المسيح عليه السلام الحقيقية من خلال هذه التي تدعى أناجيل بخلاف ما لدى المسلمين فيمكنك بالبحث العلمي أن تصل إلى ما فيه الكفاية مما تعرفه عن حياة وسيرة محمد صلى الله عليه وآله هذا الفرق بيننا وبينهم أصلا أصدمكم بشيء آخر يعني كيف يمكن للإنسان أن يعرف المسيح عليه السلام حقا وهذا حال هذه الكتب من حيث الموثوقية من حيث انعدام الموثوقية والتحقق من جهة ثانية ثبت أنه قد زيد فيها ما زيد ووضع فيها ما وضع وأنها كانت ملونة أي أنها يغيرون فيها يبدلون فيها إلى ما هنالك وأن مؤلفيها أصلا مجهولين والسند إليهم مجهول والسند منهم إلى المسيح عليه السلام مجهول وكل ذلك كل هذه المشكلة هذه وأن هناك أطوار وكان هناك أناس مجهولون زادوا على الإنجيل الأصلي الذي يسمونه الإنجيل الأصلي مع هذا كله تكتشف أن يعني تكتشف ما يصدمك به القسيس دينيس إيريك نينهام رئيس قسم اللهوت في جامعة بروستل وهو يقول في مقدمة تفسيره لإنجيل مرقص انظر ماذا يقول مرقص يقول إنها لحقيقة تصدمنا أن كتبة الإنجيل لم يخبرون بأي شيء عن هيئة ياسوع وبنيته الجسمية وصحته كما لم يخبرون عن شخصيته وعما إذا كان على سبيل المثال سعيدا مبتهجا رابط الجأش أم أنه كان على العكس من ذلك إنهم لم يفكروا حتى أن يخبرون بطريقة ما عما إذا كان قد تزوج أم لا كذلك فإنهم لم يعطون معلومات محددة عن طول فترة دعوته أو عمره حين توفي كما أنه لا توجد نبذة عن تأثير بيئته الأولى عليه أو عن أي تطور في نظرته ومعتقداته بالفعل وين كل هذه التفاصيل يعني هذا رمزكم المقدس هذا إلهكم كتبتوا الإنجيل وهذا مما يدل على أنهم لم يكنوا شهودا عيان بالمناسبة حتى ما وصفوا لنا هيئته شكله كيف كان والمفترض أنهم تلاميذه إلا لوقا ما كتبوا لنا بنيته الجسمية كيف هيئته كيف حتى صحته كيف أخلاقه كيف كل هذه الأمور ما ذكروها عمره ماذا نعم إلى أي عمر بلغ كل هذه التفاصيل تزوج أم لم يتزوج أم يذكروا لاحظوا ما عند المسلمين في وصف رسول الله شوف الدقة المتناهية اللي أنا الذكر حتى أهل الفيلم كانوا يتعجبون هذول النصاري اللي كانوا يعملوا معنا بالفيلم لأننا قلنا لهم هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وآله لما تصنعون الشخصية بالسي جي آي تخلون لنا سبعة عشر شعر بيضاء في كريمته صلى الله عليه وآله في ذقنه داخو قالوا صدق داخو إن جنة وصلا قالوا كيف تعرفون شو بدريكم شو تعرفون شي قبل 1400 سنة قلت أنتم ما عندكم مثل الذي عندنا إحنا من هل قد كانوا مهتمين المعاصرين لرسول الله مثل أبي هالة هذا الذي كان وصافا فوصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله موجودة رواية طويلة في الكافي الشريف في الكوليني سبعة عشر شعر بيضاء في كريمته في لحيته شوفوا الدقة محاسنه كيف طول إشقاد شكل إشلون هيئته كيف منامه كيف كان أكله كيف كان قيامه وقعوده كيف كان مشيته مشيته كيف كانت حسه صوته شون كان يلتفت أحسنتم كان يلتفت بجميعه يعني ما يلتفت يسوي هالشكل يلتفت بكل بدنه شوفوا الدقة هذا الفرق النصارى يجهلون إله وما يعرفون شيء أصلا ما يعرفون هذا ياسوع كيف كان ولذلك هاي الرسمة أو الصورة يعني التقليدية اللي عنده واحد شعر مدري أشقار وطويل وكذا ومدري شلون ولابس مدري شلون هاي صورة سينمائية ترى هاي صورة تلوينية هاي صورة ما للفنانين يعني فنانين يرسمون كانوا هكذا بالعصور الوسطى هاي شكرا يرسمون لهم وإلا كبعض الباحثين أنا أتذكر قبل يمكن عشرين سنة قرأت هذا البحث الآن ما أتذكر منه كان الباحث النصراني فجر مفاجئة قال أصن عيسى المسيح عليه السلام كان أسود اللون ما كان بيضلون اي قال نعم هاي دراسات هكذا تثبت أو أسمر اي أسمر أسمر ومو بعيد أيضا بيئة العرب أو بيئة بني إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وهم بني إسرائيل كانوا سمر يعني ما كانوا بيض بيض فليس ذلك بعجب أما ما أحد يقدر يقطع على نحو اليقين ما أحد يعرف لون بشرة عيسى عليه السلام احنا نعرف ما لون بشرة محمد صلى الله عليه وآله بيضاء مشربة بحمرة أحسنتم بيضاء مشربة بحمرة أزهر أزهر اللون صلى الله عليه وآله كل المسلمين يعرف هذا الفرق يتم كلامه الأب القسيس دينيس إيريك نينهم رئيس قسم اللاهوت هذا جامعة بريستول هذا الرئيس قسم اللاهوت في هذه الجامعة يقول كذلك عن مؤلفي الأناجيل المجهولين يقول لقد أمكن حساب الفترة التي تلزم لإتمام الأحداث التي يرويها مرقص يعني هناك أحداث يرويها مرقص عن المسيح عليه السلام يقول احنا حسابناها سوينا حسبة رياضية فوجد أنها هاي الصدمة ترى صدمة كبرى أنها لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أسابيع نعم كل التاريخ المنقول عن المسيح مدته تخيل في هذه الأناجيل ثلاث أربعة أسابيع فقط شهر أكثره يعني كل هذا العمر الطويل للمسيح عليه السلام تخيل ما يعرفون عنه شيئا ما يعرفون شيئا يقول فوجد أنها لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أسابيع عدى الفقرة ثلاثة واحد التي تقول وكان هناك في البرية أربعين يوما يجرب من الشيطان يعني الشيطان يجرب إلههم يعني المفترض يجرب أربعين يوم يقول لقد دفعت هذه الحقيقة ستريتر هذا الشخص دفعته الحقيقة لأن يقرر في كتابه الأناجيل الأربعة الصفحة أربعمائة وأربعين وعشرين أن المجموعة الكلي للأحداث التي سجلها الإنجيل صغير جدا لدرجة أن الثغرات الموجودة في الرواية لا بد أن تكون هي الجزء الجدير بالاعتبار الشيء الذي ينقلونه من سيرة المسيح عليه السلام صغير ضئيل جدا في وسط حشو وركام من الأقاويل من التفاهات التي يروونها في هذه التي تسمى أناجيل فإذن لا أناجيل ثابتة لا مؤلف فيها معروفين لا السند إليهم معروف إقرار واعتراف من كبارهم بأنه قد تلوعب فيها وأضيف إليها ما أضيف بناء على الاحتياجات والآراء وما سموه التلوين وحفظ وحدة الجماعة وفوق هذا كله ما يزيد الأمر سوءا أنها لم تذكر عن المسيح شيئا يذكر ما مجموع ثلاثة وأربعة أسابيع فقط فتأتيني بعد هذا كله وتقول أنا أريدك أن تحتج لي بهذا الكتاب فقط تقنعني بهذا الكتاب فقط هذا كتاب ساقط عن الاحتجاج لا يحتج به إلا من سفها نفسه واستخف بعقله ثم على فرض التصديق بهذا المنقول الذي تنقله هذه الأناجيل بماذا استدل الأخ يعني هو يشكل علينا ويقول أنتم تنفون ألوهية المسيح عليه السلام وأنا آتيكم بدليل يثبت ذلك وهو ما جاء في إنجيل يحنى أما تومى أحد الاثني عشر هذا تلميذ المسيح واحد منهم اسمه تومى أما تومى أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء ياسوع يعني حين جاء بعد ما يسمونه القيامة قام بعد الصلب فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب فقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتومى معهم فجاء ياسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم ثم قال لتومى هاتي إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهاتي يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا أجاب تومى وقال له ربي وإلهي قال له ياسوع لأنك رأيتني يا تومى آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا زين هو يستدل بأن تومى قال للمسيح عليه السلام بزعمهم ربي وإلهي ولم ينكر عليه فصار ذلك تقريرا المفروض ودالا على أنه هو الرب والإله أولا قلنا إن هذه العبارة تعالى أثبت أنها حصلت بالفعل وأن هذا من سيرة المسيح وأن تومى قال هذا للمسيح وأن المسيح رد عليه بهذا الرد هذا لا يوجد لك طريق البت طريقا علميا لا تأتيني بالإيمانيات الكنسية النصرانية نريد طريقا علميا تاريخيا يثبت وقوع هذه الحادثة لا يوجد وحال إنجيل يوحن حاله كما تبين معنا وجوابنا الثاني أنه على فرض فلنفرض أن هذا أمر قد وقع فهو لا يدل بالضرورة على أن عيسى المسيح عليه السلام إله بمعنى الإله الذي يعبد خالق الكون كلا لماذا لأن في كتابكم المقدس نفسه في سفر الخروج في الأصحاح السابع الفقر الأولى فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك في سفر الخروج أن الله جعل موسى إلها إلها لمن لفرعون ونبي هذا الإله من هارون عليهم السلام نسأل النصران أتعتقد بأن موسى إله يقول له إذن ما سر وصفه هنا إلها لفرعون يجيبك بما أجاب المفسر تادرس يعقوب أحد الآباء عندهم قال أنا جعلتك إلها لفرعون أي جعلتك سيدا عليه فكلمة الإله أيضا تعني السيد في الاشتقاقات القديمة أيضا كانت هكذا بالمناسبة إلهيم أيضا تعني السيد حتى في العربية الأولى لأن الإله أصلا عندنا في معاجم اللغة بمعنى من يتوجه إليه وحيث إن السيد يتوجه إليه الناس فهو سيدهم يتوجهون إليه بحوائجهم بمشكلاتهم بمشاكل فكان يطلق عليه أيضا إله المهم فإذا لا يبعد أن يقال إنما قصده توما من قوله للمسيح لما وضع يده في جنبه إله وربي أو ربي وإله يقصد معنى سيدي ومولاي قضية بسيطة ليس شرطا أن يكون المعنى من كلمة الإله هنا الإله بمعنى المعبود فقد أجبنا بحمد الله على سؤاله الأول وبقي سؤاله الآخر وهو طريف حقيقة هذا السؤال ما ظننت أنه يصدر من مثله خمس دقاق إن شاء الله تكفي طريف أن يقول أن في سفر التكوين الله ذكر أنه خلق السماء والأرض وخلق الإنسان وخلق وخلق ولكنه لم يذكر أنه خلق المسيح فإذا معنى ذلك أن المسيح صار إلها الله عز وجل ما ذكر أنه خلق كثير من الأشياء في سفر التكوين يعني كثير من الأشياء ما ذكرت يعني هل معنى ذلك أن هذه الأشياء التي لم تذكر بأعيانها هي إذن آلهة يعني هذا صراحة يعني مع احترامنا لهذا الأخ أخينا خلي نقول في العربية يعني صراحة هذا استخفاف بالعقول يعني أنت تستخف عقلك بهذا ثم يعني الطرح طريف وسخيف من جهة أخرى لماذا لأن المسيح نفسه على ما ترونه أنتم لطالما عبر عن نفسه في أناجيلكم بأنه ابن الإنسان كما في هذه العبارة مثلا في يوحنا كذلك واحد تسعة وأربعين ومات له يقول أجاب نثنائيل وقال له يا معلم يخاطب المسيح أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب ياسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التين سوف ترى أعظم من هذا وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان زين أنت بنفسك قلت أن الله ذكر في سفر التكوين أنه خلق الإنسان خلق آدم هذا ابن الإنسان إذن هو مخلوق مثله خلص بعد هو شون لازم الله يذكر واحد واحد حتى يقول كلنا بن آدم كلنا بن آدم ثم ماذا يعني عيسى عليه السلام ينتسب إلى آدم هو ابن الإنسان من جهة الأم من جهة التحديد هو ما ذكرني أنا صرت إلها يعني هو ما ذكر أني خلقت فلانا بس أنا ابن الإنسان يعني أنا إنسان مثلي مثله والدال على أن ابن الإنسان هذا غير الله كثير في تلك الأناجيل المسمات أناجيل وفي الأسفار مثلا في سفر أعمال الرسل سبعة ستة وخمسين يقول فقال أي إصطفانوس وقت وفاته قال هذه العبارة قال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله من ابن الإنسان يعني عيسى المسيح عليه السلام أين كان قائما عن يمين الله إذن هما اثنان هناك الله وهناك ابن الإنسان ليس إلها فشلون سويتهم اثنين وبعدين سويتهم ثلاثة شلون يصير فهذا صراحة إشكال سخيف لا ينبغي لمثلك أن يقع فيه هدان الله وإياك اشتركوا في القناة